أحداث متسارعة تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم بعد فضل الاعتصام قرب القيادة العامة ما أوقع ضحايا وأعاد المسافة كبيرة بين الانتقالي وقوى الحرية المجلس العسكري وفي بيان له أكد انحياز القوات المسلحة والدعم السريع لإرادة التغيير وأنها تعمل للوصول إلى اتفاق حول الفترة الانتقالية وقال إن تصاعد وطيرة الأحداث مثل تصعيدا أمنيا ما أدى إلى ظهور مناطق مخالفة للقانون تم بعدها تنفيذ عملية في بعض المناطق للقبض على المتفلتين لكنه جدد حرص المجلس على أمن وسلامة المواطنين مع التأكيد على الدعوة من أجل السئنا في الحوار كما دعا المجلس العسكري الانتقالي أيضا قوى الحرية والتغيير للعودة لطاولة الحوار بدورها أعلنت القوى وقف التفاوض مع المجلس العسكرية الانتقالية والدخول في إضراب سياسية قوى سياسية أخرى دعت لوقف التصعيد والعودة فورا لطاولة الحوار لحماية البلاد من الدخول في مفترق خطير حسن جوليد العربية